في موضوع الخوف بشكل عام في أطفال بتخاف من حاجات كتيرة أو في أطفال بتخاف من صوت الخلاط أو الكبة دي اللي بتعمل بها الأكل أو كده في أطفال بتخاف من صوت الغسالة في أطفال بتخاف من صوت المكنسة في أطفال تخاف من صوت السشوار أصوات أي بتخاف من أصوات صحي كده في أطفال تخاف من الصوت العالي في أطفال تخاف من الألعاب ذات الحجم الكبير يعني فيه اللي هي الصوفت تويز دي اللي هي الدباديب واللي مش هتلابس له وحاجات كبيرة كده ففيه أطفال بتخاف منها تمام هل هذا مشروع أو طبيعي طبعا مشروع وطبيعي لكن أنا ليه بقول الجزئية دي علشان إجبار الطفل على الاقتراب أو على التقالف مع الشيء اللي هو بيخاف منه ده غلط فاهمين قصدي وفي نفس الوقت إيحاء الطفل بأن ما يخاف منه خطر جسيم بالفعل حتى لو بنجزب على الطفل غلط بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا مثلا ما نجيش على الطفل وهو مثلا بيخاف من مكنسة ولا مش عارف إيه ولا سشوار ولا حاجة بتطلع صوته وسال نقوم واخدينه لا أهو شوف بقى دي ما بتعملش حاجة هو بصي طيب ونقربها منه لا أهو لازم نحترم هذا الخوف فاهمتي قصدي؟ والعكس صحيح برضو ما يبقاش مثلا الطفل بيخاف من حاجة فنيجي نقول له إيه ده؟ الحاجة دي بتخوف فعلا يلا نبعد عنها لا برضو لا تبالغي ما تجاريش الطفل في مخاوفه يبقى لا تستهيني بمخاوف الطفل أو الطفلة ولا تجاريه في إحساسه بالخوف أنت بكل ما الأمر أنك بتشرحيه بكل هدوء أولا لما تلاقي طفلك بيخاف من شيء وانت قادرة على إنهاء الموقف انهي دلوقتي يعني فاهمة قصدي يعني مش لازم المكنسة تشتال دلوقتي حالة مش لازم الغسالة تشتال دلوقتي حالة مش لازم الضرب الأكل ولا مش عارف إيه حاجة في الأكل تتعمل دلوقتي حالة لا عادي خلاص لا دي حاجة عادي واعمليها فعلا والطفل في قضة تانية أو هو نايم أو كلام ده كله إحنا كده بنحترم مخاوف الطفل خلاص بايتايم برضو بمرور الوقت وعي الطفل هو اللي بيقرر له أن هذا الشيء جدير بالخوف فعلا زي الحيوانات مثلا ولا لا فهمتي قصدي يعني هتلاقي الطفل بعد كده من خلال بقى مشاهداته والكارتون والمش عارف إيه والملاحظات والبتاك هتلاقوا الأطفال يتولد لديها خوف دائم مثلا مثلا من كلاب الشارع اللي بتهوهوا يبقى هنا درجة الوعي عند الطفل زادت واستقرت وكونت له أو بلورت له وجهة نظر عن شيء معين إنما هتلاقي نفس الطفل ده لا يعنيه الأمر على الإطلاق لما تشغلي خلاط ولما تشغلي غسالة ولا لما حتى عربية تعمل صوت وهي ماشية خلاص لأنه أصبح عنده قدر من الوعي عقله بيقدر يميز ما هو خطر في الحقيقة وما هو خطر بشكل عارض أو إن أنا كنت متصور إنه خطر لكن هو مش خطر قوي أنا بس حبيت إن أنا أختم كلامي في موضوع الخوف بهذه النقطة لأن النقطة دي مهمة جدا جدا